يعني موجودة معنا هنا في المحترف حالات فنية وحضرك محضر حالات فنية بشكل أكتر من رائع نبدأ بالحالات الفنية يلا خلينا نروح للمباراة الأولى لو معنا الحالة الأولى هنا هنا كابتن هاني عندنا حاجة اسمها الكوبرشن بين زرفري أندا أساساً لا فيه التعاون هنا سامير جمال وأنا بحييه مش جاي بس يحسب تسلل لا نشوف الحالة دي هنا فيه مخالف هنا أشار نشوف هنا المخالفة موجودة وهنا الإيد والعرقلة نقول المساعد ليس لاحتساب التسللات فقط المساعد أيضا في احتساب المخالفات القريبة منه وهنا ستايل تكنيك إشارة على المرمى اللي هو يحتسب عليه الحالة دي حالة إيجابية بقول لسامير جمال مع أحمد الغندور الحالة بعد كده هو الغندور إن ورايب هنا ويعني مفهوم القانون وهنا إدى انذار السؤال هو هنا إدى انذار للاعب البنك الأهلي ليه؟ ليه يا كابتن لأن هنا لو شوفنا اللايف هلقى فيه باس معمول أو تمريرة رايحة لللاعب ناد الأهلي اللي هو ممكن يعمل حاجة اسمها هجوم واعد هجمة واعدة فقط هجمة واعدة هنا الرجل قطع التمرير بإيديه وبالتالي هنا منع الهجوم الواعد وبالتالي هنا الإنذار الصحيح من أحمد الغندور في هذه الحالة نشوف هنا اليد رايحة ومكبرة فيه عمد وفيه يده طبعا هي اللي راحة للكورة بالزبط كده دي كانت رايحة للاعب الأهلي لو كان ممكن عنده أوبشن يعدي ويروح هنا عندنا في مبارات تانية مبارات الزمالك هنا على الفكرة يا كابتن هاني الفارت عاطل ودي مشكلة من مشاكلنا جدا يا كابتن وانا برضك من خلال برنامج ناد الأهلي وهاني رامزي وكل المجموين يا جماعة الفارتة مهمة جدا جدا اللحظة زي دي هنا عبيد السيد نشوف موقفه كابتن هاني في الأول عبيد السيد نشوف نشوف موقف الحكم الأول لأن دي كانت مبارات صعبة جمهارية درجة الصعوباتها كانت عالية وشوف هنا الحكم فينا كابتن هاني فين؟ بالضبط كده لما نحسب أربعة أو خمس سيارت شوف هنا المخالفة هنا موجودة هنا الرجل تحطت العرقلة واضحة وراكل الجنسة الصحيحة ملون في المية ماذا لو الحكم حزابش والفار مش موجود مشكلة ولكن أنا بحيّع بيز السيد في هذه الحالة احتسب راكل الجزاء مبارئة صعبة جدا ضغوط مهرية تتحدث عن النقطة دي في غياب الفار مشكلة بحيّل فعلا لو الحكم ما شفهاش وقال لك هتعمل ايه؟ صحيح هنا نوع بس شوية تسمحوا لي أسامة إسماعيل حكم من مقاطعة السويس حكم كان من زمان شغالي الدول ومشاط الرجل بقال لفترة ما بيلعبش حكم قويس جدا جدا كابتن هاني ولكن من كتر شغف لللاعب هم الدول ومشاط مهمة اول طلع الجيش وصلا ميكا فعاوز يصفر ويلعب بسرعة تعالى عندي حلقة حالة اللي هي صد الكاميرا زي ما كابتن الخالز جدا جدا تعالى بقى بص هنا الحالة الأولى نشوف نشوفه بعد عمل ستارت للاكية البداية طب بيه اللي حصل لكابتن هاني نشوف نشوف إيه اللي يحصل وقت الرجل دا كان فين ايه دا حارس المرمى كان بره المرمى خارج ميدان اللعب ديع بس حانشان هتكلم فيها دي مهمة خلي بالك المباراة لا تقام أبدا إلا بوجود الحارسين الحارسين وهاني مش فيه هم المفروض بيعد هو هو من كتر يعني يعني بص كابتن بقى الو 4-5 سنين ما بيلعبش وقت مرة فدي حالة يا أسامة انت حاكم كبير ما ينفعش ان انا أصفر والحارس المرمى خارج ميدان اللعب دي من ديم الحالة الحالة التانية دي جي مهمة جدا 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 كابتن هاني ونشوف هنا دقة اللعبة دي وهنا تم احتساب هدف لصالح طلاع الجيش ها بس هنا تسمح لي شايف الكتف او الجزء من اللا بيض اللي بين دا اه يعني يا دوبة دا الفانيلا بينا وبدراعه حالة صعبة جدا لحقيق عند الحاكم مشاعد كريم ما هي حتى اللعب مش باين كله يعني من السويس كريم حاكم شطر جدا جدا هنشوف كده ايه اللي حصل في القرار نشوف نلاقي هنا كريم هنا كوراجات جون هنا كريم أشارة باحتساب الهدف احيان أشارة باحتساب الهدف هنا يأتي دور الفار مين على الفار خالد جمال الغندور ويرا عاطف خالد جمال الغندور ويرا عاطف على فار وإيه فار هنا شوف هنا لما الفار رجع احتساب التسلل ولغى الهدف دي 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 حالة صعبة جدا 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 خلي بالك كابتن هاني أنا بحي كريم ما هي هي صعبة هو حسب الهدف بس يعني شوف دقة الحالة وهنا وشطرت حكم الفار خالد جمال الغندور ويرا عاطف بقولي نهاردة يمكن احنا في الاخر هندي مفاجأة للحكام كلها وحدك هتعرف دي الحالة التانية يبقى هنا التسلل كان موجود ويمكن كريم بقولي كريم ما تزعلش ان دي حالة مهمة جدا هذه الحالة برضاك من الحالات المهمة كابتن هاني ويمكن ياريت انت كنت تلعب ترتباك وعارف قوي يعني ايه تاكلينج ومهاجمة وحال اللاعب عنده قدر ان هو ينجح ولا لا هنا الحالة ديت نشوف ممكن الزاوية اللي جاية ونحللها مع بعض حالة من الحالة المهمة هنا المباراة الحكم لم يحتسب مخالفة لصالح التلاقع نشوف هنا كابتن هنا هنا لصالح سراميكا احمد دي سرالين هتلي بس اخر زاوية اخر لقطة نشوف هنا السترز والمهاجمة هنا كابتن هاني نرجع تاني هنرجع تاني من فضلك اللي بعديها اللي بعديها هتبين هنلاقي هنا كابتن هاني ايوة بص السترز هيرور فينا هيكمل فينا كابتن بص هنكلم في الرجل الشمالة الله عليك سنا كده هنا كابتن هنا خدت الرجل الشمال اللي هي متحركة خلي بالك المتحركة طبعا طبعا فهنا انا شافني فيه مخالف خالد الغندول عمل ايه ممكن اوسامة جابه واسم محزابش وهي لعبة صعبة تفاصيلها في الملعب صعبة انا النهاردة ميكون عندي الفاروي جبني في لعبة زي دي يا اوسامة خلي بالك لازم انا شوف التفاصيل كلها هنا انا شافني دي كانت راكل الجزاء كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا بس خلينا ناخد كمان الافضل الافضل دي اخر حاجة مع حالة معنا وانا احنا طونا النهاردة بس دي حاجة مهمة جدا الافضل النهاردة عملنا فريق الحكام من خلال تسعة مباراة كابتن هاني نشوف النهاردة كان حكم المباراة لعبة عزيز السيد لان كان عنده درجة صحابة في المباراة عالية جدا جدا مراجعة مهارية خارج ملعب ناززا مالك كمان نتيجة المباراة 2 واحد دي لحد النهاردة صعابة المباراة على هذا الحكم وبالتالي احنا خدنا حكم الميدان عب عزيز السيد طبعا كابتن عبد العزيز السيد حكم الميدان نشوف المساعد راكم واحد عندنا نشوف مين الحكم كاس العالم محمود عبر رجال طبعا حاجة النهاردة كان عمل مش كواس قوي قوي للأسف الحالات بتاعته مش موجودة لكن كان من أفضل حكام المساعدين في الجولة 15 الحالة بعد كده المساعد التاني هنشوف هنا سامير جمال اللي هو عمل حالة التعاون الجميلة جدا في موشنة الأهلي والبنك الأهلي دايما حكم سوا سابت كابتن هاني صحيح ما بيخطأش صحيح نشوف بعد كده الحالة من اللي جاي بعد كده هنشوف عندنا اتنين هنا خالد الغندور ده حكم الفار ونشوف يرى عاطف اللي هي معاه هتبقى محكمة من اسكندرية حكمة مساعدة وهنا في تقنية الفار ده فريق الحكام بنقول ومزيد إن شاء الله من توفير الحكام والفترة جاية هنجيب حالات أكتر كابتن هاني وده تشجيع يرى حلقات على الحكام أو السيدات المحكمات فيه طبعا الدوري المصري في النهاية بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا كابتن هاني أنا بشكر حضرتك وهذا البرنامج وفري العمل اللي هم بصراحة يعني شو علم نشاط نتمنى إن شاء الله الحلقة جاية تكون أفضل بإذن الله تمنىتنا أيضا لنالأهل في كاس العالم بالتوفيق ويدي مرضود وإشارة في مصر في كرة الكرد القدم ويكسب إن شاء الله بإذن الله في كاس العالم كابتن هب نشكرك شكرا جزيلا الشكر طبعا متواصل مع حضراتك ودي كانت نهاية حلقتنا في المحترف في الدوري المصري إن شاء الله لقاءنا يوم الاثنين مع المحترف في الدوريات الأوروبية والكرة العالمية شكرا رحل لكم وشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين وحلقة جديدة ويوم جديد من المحترف شكرا جزيلا